اشتركوا في القناة في بداية مشوار كاس مصر في الموسم الحالي وإن شاء الله تكون من نصيب النادي الأهلي ويكون ده لقب رقم 37 للنادي الأهلي في كاس مصر هنتابع معاكم النهاردة أخبار التدريب الأخير وكمان هنقول لكم قيمة الفريق اللي تدخل إن شاء الله معسكر الليلة في فندق من الفنادة القريبة من أستاذ السلام وكمان هنتمنكم برضو على أخبار اللعيبة المصابين في الفريق وإمتى هقدروا يرجعوا مرة تانية زي طبعا من أنتم عارفين اللي فيه لعيبة كتير جدا مصابة في الفريق لكن الحمد لله البرنامج العلاجي الخاص بيهم ماشي بشكل كويس جدا وكمان هنتابع برضو معاكم أخبار معسكر المنتخب الوطني الأول واللي بيستعد لمواجهة سفازيلاند في تصفيات أفريقيا كمان أخبار محترفين في الخارج وكمان هنتكلم برضو على الإنجاز التاريخي لمحمد صلاح واللي تم اختياره مبارح في القايمة النهائية الخاصة بالمنافسة على جيزة البلوندر اللي بتقدمة طبعا مجلة فانس فوتبول انتو كمان تقدروا برضو تشاركوا معينا على صفحتنا على السوشل ميديا على الفايزبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام الوداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوان الآلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا للترسنة الفريق الأول يواجه الشواكيش في غياب عشرين لعب كارترون ننافس على أربع بطولات وأغلقنا صفحة الاتحاد علي معلول في تونس للخضوع للفحص الطبي مع منتخب بلاده الجماهير تدعم صلاح في سباء الفوز بالكرة الدهبية استبعاد أحمد علي من صفوف المنتخب انجازات جديدة لللاعب سكواش الأهلي نروح بقى لأهم المنشطات أول عنوان الخاصة بنيدي الأهلي من الجرون الأهرام كارترون يطالب لاعب الأهلي بإغلاق صفحة الاتحاد السكندري المدرب الفرنسي ننافس على أربع بطولات الفريق يفتقد عشرين لاعب أمام الترسنة الأخبار الأهلي في خطر قبل موقعات سطيف أرقام سلبية للأحمر بعد خسارته أمام زعيم الثغر ويستعد لمواجهة الشواكيش روز اليوسف الإصابات اللعينة تطارد نجوم الأهلي معلول سعد الشناوي وفتحي المسا قبل لقاء الترسنة في الكأس أزمة لعبين في الأهلي انضمان فتحي ومؤمن المصابين تجهيز سعد ونجيب وعشور ومحسن الشروق الأهلي يعاقب لعبي بعد ربعات الاتحاد كارترون أرفض الأعضار الجميع مسؤول عن الهزيمة ونركز حاليا على بطولة الكأس الأخبار المسائي الأهلي يتعلم من درس الاتحاد الخطيب يعد كارترون بصفقات قوية والمدير الفني وصحح الأخطاء اليوم السابع الأهلي يرفع مكافآة الفوز في دوري الأبطال لسبعة مليون وخمسمائة ألف جنيل اللاعبين ويدرس ملف الإصابات والأحمال بحتا عن إنقاذ سريعة روزل يوسف المظلوم متى يعود ولي سليمان للكوماندوز الفرعنة نروح معاكو في البداية لتفاصيل أهم الأخبار اللي تقلت عن النادي الأهلي في الجرائد وهنبتدي من الأهرام اللي كتبت من الفرنسي فاترس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي طلب من اللعيب أن هم يقفلوا صفحة الخسارة من الاتحاد السكنداري 3-4 في المرحلة العاشرة من منافسات مسامقة الدوري المصري الممتاز واللي طبعا كانت على استاد السلام وقال المدير بالفرنسي أنهو تكلم مع اللعيبة بعد المباراة وطالبهم بضرورة قفل الصفحة دي ونسيان كل اللي حصل في المباراة والتركيز في اللي جاي من منافسات محلية وأفريقية وكان الفريق طبعا رجع للتدريبات مباراة في استاد مختار التبش وسط حالة من الحزن الشديد سيطرت على اللعيبة وكمان هيغيب عن مواجهة الترسانة 20 لاعب دفعة واحدة وهم محمد الشناوي مروان محسن أيمن أشرف محمد هاني الانضمام للمعسكر خاص بمنتخبنا الوطني الأول وكمان هيرجع صلاح محسن عشان يستكمل برنامجه العالي إجي جوه نادي الأهلي بالإضافة لسليف كوليبالي والذي ثافر عشان ينضم لمنتخب بلاده كمان بيجيب عن مواجهة الترسانة أكرم توفيق وأحمد حمدي وناصر ماهر ووليد أزارو والذي بينضم لمنتخب المغرب جريزة تروزون يوسف كتبت إن الجهاز الفاني للنادي الأهلي بقية كارتيرون بيعاني من إصابات اللعيبة الكتيرة طبعا للتدرب الفريق فأهم مع ناصره فبعد إصابة أجعي ونجيب وقبلهم طبعا رمي ربيعة وغيرهم حصلت إصابات مؤثرة في الفترة الأخيرة وكان أهمها معلول الظهير الأيصر للنادي الأهلي اللي اشتكى من إصابة بمزق في العضلة الضمة خلال مشاركته في مباراته فاقصة في الجزائري واللي أقيمت على استاد السلام في دهاب نص نهائي دوري أبطال أفريقيا ومش هيكون طبعا جاهز للمشاركة مع النادي الأهلي إلا بعد شهرين كمان سعد سلمير ودافع الفريق اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية بعدته أكيد عن المشاركة في المباريات الرسمية من فترة قربت يمكن من الشهر ودلوقتي هو بيتم تجهيزه عشان مبارات العودة أصاد وفاقصة في الجزائري وهتقام أو نتلعب بإذن الله يوم 23 من الشهر الجاري في إياب دور نص نهائي دوري أبطال أفريقيا وهيتم تجهيز سعد سلمير بإذن الله لمبارات الترسنة وكمان محمد الشنوي اشتكى برضو من ألام في العضلة الضمة وحصل على راحة من مبارات الاتحاد السكندري وخضع لاختبار طب مبارح في التمرين اللي أقيم الساعة خمسة مساء على ملعب مختار التتش عشان يتم تحديد فرصته من المشاركة في مبارات الترسنة في دوري 32 من كاس مصر وبدأ الجهاز التعامل مع إصابة الشنوي بجدية من خلال طبعا تجهيز علي لطفي وهيرجع الشنوي بإذن الله في الأسبوع ده للتدريبات وأخيرا بقى بنسبة لأحمد فتحي فكان آخر ضحايا الإصابات أو لعلة الإصابات اللي ضربت النادي الأهلي اشتكى مبارح من كدمة في الساق خلال مشاركته في مبارات الاتحاد السكندري وما كملش اللقاء ورفض الجهاز الطبي تحديد معايد مشاركته في التمرين وخضع اللعب لاختبار طب مبارح عشان يحدده معايد ظهوره في التمرين الجماعي وفرص مشاركته في كاس مصر قساط الترسنة يوم 10 أكتوبر الجاري وما تحددش برضو معايد رجوع الجوكر لتنريبات الفريق لحد دلوقتي نكمل معروز اليوسف واللي كتبت على الرغم من استبعاد المكفيكي خفيها الأجاري المدير الفني للمنتخب الوطني للعديد من اللعيبة من قيمة المنتخب الوطني استعدادا طبعا لمو باراتاي سوازيلاند ضمن الجونتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة العشرة المؤهلة لنهيات أمم أفريقيا إلا أن استبعاد نجم النادي الأهلي وليد سليمان تحديدا أثار العديد من التساؤلات ما بين الجماهير والنقاد والخبراء نظرا طبعا للي بيقدمه اللاعب من المستوى استثنائي مع النادي الأهلي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الأفريقي طبعا بيتاب أداء وليد سليمان في الفترة الأخيرة شايف أنه أكيد بيقدم أداء مميز جدا مع المارض الأحمر في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا وكمان في البطولة العربية ودايما بيلعب دور المنقص للنادي الأهلي سواء بأهدافه الحاسمة أو بتمريراته المتقنة اللي رجحت كافة النادي الأهلي على جميع المنفسين في المباريات الأخيرة وليد سليمان وشنطة لجوان وكأنه كلمة الشر واليد سليمان واليد سليمان على طريق كريستيانو وليد سليمان يلقي بكلمة الافتتاح ويضعي نادي الأهلي في المقتمة وليد سليمان من ورقة جوكير من المدرب البدري إنما وليد ايه؟ لعيب من اللعيبة اللي عندها حلول يا ولد يا ولد يا ولد يا سليمات تبعنا معاكم أهم الكلام اللي تقال في الجرائد عن النادي الأهلي دلوقتي كمان هنروح نشوف معاكم أهم المنشطات اللي تقالت عن النادي الأهلي لكن من مواقع الإنترنت موقع اليوم استابع خمس وجوه جديدة مرشحة للتقلق في تشكيلة الأهلي أمام الترسنة فيتو كارترون يفك حضر ناصر ناهر في الأهلي أمام الترسنة بوابة أخبار اليوم الأهلي أغلقنا ملف مباراة الاتحاد ونفكر في الترسنة بوابة الأهرام الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الترسنة موقع الشروق محاضرة فني للعب الأهلي استعدادا لمباراة الترسنة الوطن سبورت محمد شريف لم نكن موفقين أمام الاتحاد والأهداف رزق من الله موقع يلا كورا مع الوليو غادر لتونس للخضوع للفحص الطبي مع منتخب الأدوة موقع صدى البلد باسم علي يغيب عن الأهلي في مواجهة الترسنة في كاس مصر موقع اليوم السابع الأهلي يرفع مكافآة الفوز في دور الأبطال لسابعة مليون وخمسمائة ألف جنيه موقع الرسمي للأهلي نتائج مميزة للسكواش في الأهلي في بطولتين شرم الشيف وبلاكبون بعثت سلة الأهلي تصل القاهرة قادمة من تنزانيا نروح معيكم دلوقتي بقى لتفاصيل أهم المنشطات اللي عرضناها على حضراتكم دلوقتي نبتدي من موقع اليوم السابع واللي قال من الفرنسي باترس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي هيواجه الترسنة بكرا إن شاء الله في دور الـ 32 من بطولة كاس مصر بوجوه جديدة بيعاني أكيد الفريق من غيابات كتيرة طبعا بسبب انضمام مجموعة من اللعيبة للمنتخب الوطني بالإضافة لانضمام مجموعة تانية للمنتخبات الخاصة ببلادهم بالإضافة برضو للإصابات اللي بيعاني منها الفريق فممكن أن تشهد قائمة النادي الأهلي وجود خمسة أو خمس وجوه جديدة شريف إكرامي أحمد علاء محمود الجزار وباسم علي وأحمد ريان كمان موقع فيتوفا كتب أن كارتيرون استقر على إعادة ناصر ماهر لتشكيل الفريق مرة تانية خلال مواجهة الترسنة لعب طبعا تم استبعاده من قيمة الفريق في مباراة هورايا كونكري الغيني في إياب دور التمانية لدوري أبطال أفريقيا بسبب أنه هو خاد مباراة كورة خمسي كان الكلام ده قبل 48 ساعة من لقاء الفريق الأفريقي أما بوابة أخبار اليوم فكتبت أن محمد يوسف المدير المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكورة في النادي الأهلي قال أن الجهاز الفني بقاية كارتيرون عمل جلسة مهمة مع اللعيبة طلبهم أو طالبهم خلال الجلسة دي بضرورة التركيز في مباراة الترسنة وقفل ملف مباراة الاتحاد السكندري يوسف كمان قال أن الجهاز الفني عنده أمل في الاستفادة من الخسارة في الدوري وصد الاتحاد السكندري وكمان قال أو اختتم كلامه أنه وافق جدا في قدرات لعيبة النادي الأهلي والعودة للانتصارات داية طبعا من مباراة الترسنة في كاس مصر والاستفادة من كل الدروس أما بوابة الأهرام فنشرت أن الفريق الأول لكورة القدم في النادي الأهلي بيختتم استعدالاته مساء النهاردة عشان يواجه الترسنة بكرة ومقرر طبعا أنها يعلم باترس كارتيرون قيمة مباراة الترسنة للدخول في معسكر مغلق بعد دخول التمرين النهاردة على ملعب مختار التتش في الجزيرة كارتيرون رفض منح اللعيبة راحة بعد مباراة الاتحاد السكندري واستأنفوا التدريبات مباراة حول النهاردة ومعنا دلوقتي مراسل قناة النادي الأهلي شريف شعبان من النادي الأهلي في الجزيرة من مختار التتش مساء الخير عليك يا شريف مساء الخير عليك يا شريف وعلى كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان عايزة أعرف منك آخر كوريس تدريبات النادي الأهلي واستعداداته طبعا للقاء بكرة أصاد الترسنة في كاس مصر يمكن التدريب المدين الأهلي بسه بادئ حالا يمكن سبقوا محاضرة من مسيو كارتيرون والكابت محمد يوسف وكابتين عمصان وطبعا ولندمن مع العديد خواري خمس دقيق تتكلموا فيها عن أغلق صفحة الاتحاد وتركيز فقط في موراة الغد أمام الاتحاسنة الخامسة طبعا من غد في سنة السلام ويمكن بعد محاضرة من خمس دقيقة أو أقل من خمس دقيقة شوية بدأ اللاعبونا الآن الجري الخفيف حول الملعب والكابتن مصطفى كمان أخذ الحراس علي لطفي وشيط إكرامي ومصطفى شبير لتدريب على جانب آخر من الملعب يمكن ما زال التايل مستمر للصعد سمير لحصة معشور لمحمد نبيب وصلاح محسن يمكن وليد سليمان مشاركش في التمرين ولكن نظر الإرهاد يكتفي في تمرينات جيم الآن باقي اللاعبين موجودين في تدريب يمكن مؤمن مؤمن شريف هل في ملامح للتشكيل لا يخد به نادي الأهل بكرة اللقاء؟ إليه فانس سمع هل في ملامح للتشكيل لا يخد به نادي الأهل بكرة اللقاء؟ لسه بشيط إبان دلوقتي يوم لسه بداية التمرين ولسه فيه الإطالات ولسه فيه الجارب شيط إبان دلوقتي ممكن خلال التمرين يعمل تأسيمه وممكن يباني شايتها ملامح للتشكيل لكن إلى الآن لسه 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 بداية التمرين ولسه الإطالات شغالة فبش باني أرص ملامح للتشكيل تنبينا بقى على حالة المصابين زي ما قلتلك الحالة المصابين كان إن شاء الحقاة طبعاً مباراة سعد سمير، صام عشور، نجيب، صلاح، محسن، أحمد فتحي كل دول شغالين على تدريبات شمعالي شغالين على تدريبات تأهلية إن شاء الحقاة خالص في المباراة الوحيد اللي دخل النهاردة في التمرين هو مؤمن زكريا هو اللي عنده فرصة يلعب بكرة وليد سلمان ما شاركش ولكن وليد سلمان يعني مجهد فبيلعب في الجم شغال في النماء الجم ولكن هو اللي عنده فرصة في مباراة الغد شكراً لك شريف شعبان مراسل قناة النيدي القليل نرجع لك مرة تانية إن شاء الله خلال حلقتنا النهاردة عشان نعرف منك الملامح اللي هتبان لتشكيل البكرة إن شاء الله خلال لقاء نادي الأهلي والترسانة في دولل 32 من كياس نصر نروح بقى مرة تانية أو نرجع مرة تانية لأهم الأخبار اللي اتقلت عن نادي الأهلي على مواقع الإنترنت ونروح لمواقع الشروق لنشر جهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة باترس كارتيرون هيعمل محاضرة فنية بالفيديو مع اللعيبة الفريق عشان يستعرض لقطات مجمعة لأحدث مباريات الترسانة عشان يرصد نقطة ضعف ونقطة قوة في المنافس وده هيكون إن شاء الله النهاردة مساء جوى المعسكر استعداداً لمباراة بكرة أما بوابة البطن سبورت في نشرت تصريح لمحمد شريف لعب النادي الأهلي إن قال فيه لم نكن موفقين في مباراة الاتحاد السكندري وإن الخسارة جت في توقيت مناسب من أجل تصحيح الأخطاء عشان نتجنبها في المرحلة اللي جاية شريف كمان قال إن الفريق داخل على مباراة مهمة جداً وصادت ترسانة وعنده تطلع الفريق إن هو يمشي فيها بخطة ثابتة ونجحة وكمان ده هو حلو في الدوري وفي البطنة العربية وفي دوري كمان أبطال أفرق هو هيلعب بديل في مباراة الاتحاد السكندري وتمنى إن هو يكون متواجد بشكل أكبر في المباريات عشان يقدر يساهم مع زميله في تحقيق الانتصارات هو طبعاً المشاركة ليه كانت كبديل صعبة جداً من المشاركة بشكل أساسي الفصل طبعاً في ظل الضغوط اللي بتقع على اللاعب في حال تأخر النتيجة كمان موقع يالكورة ركز على الإصابات ونشر خبر لمحمد يوسف قال فيه إن علي معلول الظاهير الأيصر للفريق رجع إلى تونس عشان يقضع لبعض الفحوصات الطبية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب تونس علي معلول هو أحد العناصر الأساة في منتخب بلاده وقال كمان يوسف إنه يتم التواصل مع المسؤولين في المنتخب التونسي عشان يحددوا معاد رجوع اللاعب كمان اللاعب هيغيب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب إصابته بمزء في العضلة الضمة واللي تعرض لها في مباراته في ففص طيف الجزائري في ذهاب نص نائي دوري أبطال أفريقية موقع صدى البلد كمان كتب وقال إن باسم علي الظاهير الأيمن الفريق الأول لكرة القدم في الندي الأهلي هيغيب عن مبارات الترسانة هيحتاج اللاعب لأسبوع تقريباً عشان يستكمل برنامجه التأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية اللاعب يعاني من الإصابة العضلة الضمة نرجع لليوم السابع واللي قال إن لجنة الكرة في الندي الأهلي وفقت على مقترح رفع مكافأة كل لاعب من 200 ألف جنيه ل250 ألف جنيه وده في حالة الفوض ببطولة أفريقيا وده جاء عشان يتم تحفيز اللعيبة طبعاً قبل مواجهة وففص طيف الجزائري في إياب دور نص النهائي من البطولة الأفريقية والمقارنة لها إن شاء الله يوم 23 من الشهر الجديد ومن كرة القدم نروح للألعاب التانية نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن لعبة النادي الأهلي للسكواش حققوا نتائج مميزة جداً في بطولة شرم الشيخ وبطولة بلاك بول حصل النادي الأهلي 16 كاس وفي بطولة شرم الشيخ وبطولة بلاك بول حصل النادي الأهلي على 5 كوس النسم كاملين مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي والمراضي مع كرة السلة حيث عادت مرة أخرى بعتت الفريق الأول لكرة السلة الرجال في النادي الأهلي برئاسة محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بعد ما قضت عدة ساعات كترانزيت في دبي جاء طبعاً من تنزانيا بعد مشاركة الفريق في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية مشاهدين فاصل سريع ونرجع نكمل معيك وقيد فقراتنا في كلام في الميديا خليكم معي رجعنا سريعاً ولسا مكملين معيك وقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معيك ودلوقتي لفقرة الأخبار المحلية والأخبار العالمية وكمان أخبار محترفين في الخارج الأهرام استعداداً لمبارتاية سوازي لنفس المنتخب تكتمل اليوم وأجار يكتمع مع صلاح لبحث موقفه الأخبار المسائي الإجهاد يضرب الفرعنة أجار يركز على الجلسات النفسية ومؤتمر صحفي الخمس الجمهورية معسكر منتخبنا مستشفعة الوطن سبورت تأجيل انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب في الجول مدرب إسوان تيني ثلاث مميزات تمنح منتخب مصر للأفضلية ليس صلاح فقط الأمن يقلل عدد الجماهير في مباراة مصر وسوازيلاند لـ 15 ألف مشجع أجار يوافق على حضور الجماهير لتدريب المنتخب الأخير استعداداً لسوازيلاند أبو ريدا يسطحب أعضاء الجبلية لمران المنتخب اليوم الشروء أحمد علي وغادر معسكر المنتخب بسبب الإصابة وان تري أجار يرفض ضم بديل لأحمد علي بعد استبعاده للإصابة كورة أجار يحذر طارق حامد ونني قبل لقاء سوازيلاند موابة أخبار اليوم اتحاد الكورة يعلن موعد معاملة لاعب شمال أفريقيا كمحلي فيتو اتحاد الكورة يجهز بديل لعمر حسين برغم رفض استقاطه الأخبار المسائي فراعنة الصلاة يبحث الفوز أمام فانما بعد تعادل أرجنتين التاريخي بوابة الأهرام محمد صلاح يتفوق على مسل وانيمار بتصويت الجماهير للكرة الذهبية سكاي نيوز بعد نشر الدليل رونالدو قد يواجه الترحيل أو العودة لبلده حاسة السباق للكرة الذهبية جريزمان يعترف نيسي ورونالدو أسطورتان سبورت 360 هجرة جماعية لعشر لاعبين من اليونيتد في حالة بقاء مريم نروح معاكوا لأهم تفاصيل الأخبار المحلية وهنبتدي مع الوطن الرياضي اللي قال إن محمد صلاح نجم الابر فور الإنجليزي قرر إن هو يأجل انضمامه لمعاستر المنتخب الوطني واللي هينطلق مساء الاثنين هو خلاص انطلق فعلا مبرح وكان مقرر لمحمد صلاح إن هو يوصل فجر النهاردة فجر يوم الثلاث لأنه طبعا أختر جهاز المنتخب بتأجيل رحيته بحيث أنه هيوصل للقاهرة إن شاء الله النهاردة مساء كمان في الجول قال إن أنتونيو مدلولي المدير الفني لمنتخب آيس واتيني أو سوازيلين سابقا اعترف بالصعوبة مواجهة منتخب مصر يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله مشيرا لأن فيه تلك مميزات بتدي الفراعنة الأفضلية المدرب قال إن منتخب مصر هيقود المباراة على ملعبه ودي ميزة كبيرة جدا بالإضافة طبعا لوجود لعيبة محترفة في دوريات كبيرة بالإضافة لمحمد صلاح والمدرب كمان قال إن التعامل مع محمد صلاح صعب ولكن هو بيسعى أن هو يوقف خطرته في المباراة كمان اليوم السبع قال إن اتحاد الكرة جالوا تأكيدات من الأمن باستماح لـ 15 ألف مشجع بس عشان يحضروا مباراة الفراعنة أو ساتس وازيليند يوم الجمعة اللي جاية مصدر في اتحاد الكرة قال إن ستأخير طرح تذاكر المباراة وتمسك الأمن بحضور 15 ألف مشجع في الوقت اللي بيسعى فيه اتحاد الكرة أن هم يزودوا الأعداد لـ 20 ألف مشجع كمان موقع في الفجر آرين المكسيكي خفار أجاري المدير الفني اللي منتخبنا الوطني وافق على السماح للجمهور بحضور تمرين الفراعنة الأخير استعدادا لمواجهة سوازيليند موفة أجاري جت من لتحفيز لعيبة منتخبنا قبل المباراة الهمة في مشوار التأهل لنهايات أمم أفريقيا كمان سوبر كورا قال نهلي أبو ريدا رئيس الاتحاد الكورا وعد أعضاء مجلس الإدارة وأنهم يحضروا النهاردة تمرين المنتخب الوطني في ملعب آيرو سبورت عشان يحفزوا لعيبة قبل مواجهة سوازيليند كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن اتحاد الكورا حدد معاد لتفعيل قرار اتحاد شمال أفريقيا بمعاملة اللعيبة حامل جنسيات الدول أعضاء اتحاد شمال أفريقيا كلعيبة محليين في الدوري اتحاد الكورا قال أن الاقتراح صدر خلال إحدى الجلسات اللي وقيمت على هامش اجتماعات الكافة الأخيرة في شرم الشيخ واتفقت الدول الخامسة أعضاء اتحاد شمال أفريقيا على تطبيقه وهي مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا وهيتم تفعيله خلال الاجتماع اللي جاي في المغرب في الأسبوع الأول من ديسمبر القادم فيتو كمان قالت أن مجلس إدارة اتحاد الكورا بيفكر حاليا في البحث عن مدين العامر حسين رئيس لجنة المسابقات بعد أعلانه في وسائل الإعلام تقدمه باستقالته من منصبه وبالرغم من رفض هاني أبو ريدا الاستقالة إلا أن أعضاء اتحاد الكورا قرروا أن هم يدوروا على مدين لي لرئاسة اللجنة وبيجي مازن مرزوق الأقرب اللي تولي ملف لجنة المسابقات مشاهدين فواصل سريع ونرجع نكمل معيكم بايد فقراتنا في الكلام في الميديا خليكم معينا لسا مكملين معيكم أهم وآخر الأخبار المحلية وبنوصل للشروق اللي قالت أن أحمد علي مهاجم المنتخب الوطني ومقولين العرب ساب معسكر الفرعنة لمؤجد سوازي لاند بسبب طبعا إصابته بشد في العضلة الأمامية أحمد علي تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال تدريب المنتخب الثاني مبارح يوم الاثنين وخضع لفحص طبي عشان يتأكد صعوبة مشاركته في المباراة كمان وانتري قالت أن أجاري رفض ضم لاعب بديل لأحمد علي بعد ما تم استبعاده من معسكر المنتخب وأن المدارب اكتفى بس بالخمسة وعشرين دقائم كمان موقع كورة قال أن أجاري اجتمع مع طارق حمد ومحمد أنني النهاردة الصفح عشان يحذرهم قبل مباراة يوم الجمعة اللي جاية أجاري حضر السنائي من الحصول على بطاقات صفرة خلال المباريات الجاية خفا طبعا من الغياب قصاد تونس في الجولة الخمسة بوابة الأهرام قالت أن محمد صلاح اتصدر تصويت استفتاء مجالة فرانس فوتبول الفرنسية للفوز بجائزة الكورة الدهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2018 محمد صلاح جيه في صدارة التصويت لحد دلوقتي بنسبة 50% وجيه بعدين أرجنتيني ليونال ميسي قائد برسلونا الأسباني في المركز الثاني بنسبة 30% من الأصوات وعدد الأصوات أو مجموعة الأصوات بلغ 266 ألف صوت والمفروض أنه هيتم إعلان الفيز بجائزة الكورة الدهبية يوم 3 ديسمبر اللي جاي فحفل بيتعامل في العاصمة الفرنسية باريس وبنوصل معيكو دلوقتي لفقرة السوشال ميديا اللي دايما بنتبع فيها أهم وآخر اللي نشره نجوم الكورة سواء في مصر أو على مستوى العالم على صفحاتهم الشخصية على السوشال ميديا ونبتدي مع ذكرى تأهل مصر لكاس العالم اللي فات روسيا 2018 هنبدأ بمحمد صلاح اللي نشر على تويتر فيديو ضربة الجزاء في ماتش الكونغو واللي طبعا تأهلنا بها لكاس العالم روسيا 2018 وكتب عليها 28 سنة 100 مليون مصري الذكرى الأولى لا يمكن أن تعبر الكلمات عن الشعور بالمساعدة في تلك الفرحة لشعبين كمان نشر محمود حسن تشيزيجي على انستجرام فيديو من ماتش الكونغو وكتب الذكرى الأولى لأعظم يوم في مسارة الكروية حتى تتكرر قريبا إن شاء الله كمان نشر عمر واردة صورته على الانستجرام بتيشرت منتخبنا الوطني الأول وعلق عليها وقال هذا وقت المنتخب الوطني طبعا زي ما احنا عارفين أن معاستر المنتخب بدأ انبراح خلاص استعدادا لموباراتاي سوازيلند في التصليات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 كمان نشر علي غزال على تويتر صورة لي مع فريقه في فانكوفر واي كابس وكتب التوجه لمصر بعد انتصار جميل مع الفريق كمان نشر رمضان صفحي صورته مع سعد سمير وكتب عليها أخويا نروح بقى للإعلان عن المرشحين لجيزة البلوندر واللي تصدر هاشتاج تويتر نشرت صفحة لابر بول الإنجليزي على الفيسبوك صورة لمحمد صلاح بعد إعلان ترشيحه للبلوندر وكتبه ها قد وصل الملك المصري محمد صلاح ضمن القيمة المرشحة للفوز بالكورة الدهبية كمان الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني على تويتر كتبه الفرعون المصري محمد صلاح ضمن 30 مرشح أعلنت عنهم جالة فانس فوتبول لجيزة البلوندر كمان كتبت صفحة باري سان جرمان على تويتر عن نيمار لا يمكن أن يكون لديك قائمة للبلوندر دون نيمار الذي هو أيضا واحد من المرشحين كمان عن دخول اللعب كيرين مبابي ضمن القيمة المرشحة للبلوندر كتبت صفحة باري سان جرمان تستمر الترشيحات في انضمام كيرين مبابي اللي تأهل أيضا المنافسة النهائية على جيزة كافة واللي بتمنحها فانس فوتبول لأفضل لعب تحت 21 سنة نشرت كمان صفحة بارسلون على تويتر صورة فيها اللعيبة المرشحة من الميدي وصفحة شهر المدريد كمان نزلت فيديو عن لعيبة الفريق المرشحين لجائزة البلوندر جارت بيل وفران وقاسكو وبنزيما وكورتوى وميرسيل وراموس ومودريتش كمان صفحة اليفانتس نزلت صورة لرونالدو وماندر كيتش مع بعض وكتبت ترونالدو وماندر كيتش مرشحين لجائزة البلوندر لعام 2018 كمان هنت صفحة تاطلم على تويتر حارس مرمى الفريق هوجو لورس على ترشحه لجائزة البلوندر بعيدا بقى عن البلوندر نروح لصفحة الفيفا اللي كتبت على تويتر الأولاد الاثناشر اللي كانوا محبوسين مع مدربهم في كهفة في تايلند لعبوا مبارح أو أول مبارح مباراة ودية ضد فريق شباب ريفر بريت الأرجنتيني على هامش افتتاح دورة أولمبياد بوينيس آيرس 2018 واسترحيب كبير جدا وتسقيف من الألاف اللي حضروا الحدث والحد حلمون في أن هما يكونوا لعيبة لفريق كرة قدم محترفين أخيرا نشر طفحة بلاتشير فوتبول على الانستجرام فيديو الاحتفال لماروين باطل بعد فوزهم على اليون 5 صفر تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ونرجع نكمل معاكم مرة تانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشاهدين معدنا للوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل بفتنة النهاردة واستاذة إناس مظهر نائب رئيس تحرير مجلة الأهرام الكلي اشتركوا في القناة 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 من دول أخرى وفي نفس الوقت زودوا الفوتينج للصحفيين ودخلوا زودوا بقينا 96 صحفي من كل دول أنا ناس كتير بتتسألني أنا اترشحت ازاي او اختاروني ازاي يعني أنا السنة دي بقالي كده دي السنة الحداشر هي بصراحة جت عشان يمكن أنا قد يكون الحظ طبعا لأن في زملة كتير صحفيين يمكن أنا الحظ خدمني في حكتين أنا عشان بكتب باللغة فبالتاني هم بيقرولي بسافر كتير فعندي علاقات كتير مع صحفيين فالصحفي الفرنساوي اسمه فرانك سيمون فرانك ده هو مسؤول الكرة الأفريقية فعلى طول بيتقابل كان معي في بطولات دولية وبطولات أفريقية وبنتكلم في الكرة وشايفني بغطي الكرة وبشتغل فاسمك بالنسبة له معروف فلما قرروا انهم يعملوا كده فبقوا يسألوا كل واحد بيشتغل مع ناسه لما كان يحب حاجة من مصر أقوله يقول لي ماسا عايز عمل انتوفيو مع فلان عايز كذا فأنا اللي كنت بساعده كان الكنتكت فقال لهم أنا عرف في مصر صحفية بس دي واحدة فقالوا له وينوت ده تبقى حاجة جديدة فبالنسبة لهم في 2007 إنه هم مش بس زودوا للعدد العدد الصحفيين ولكن إنه هو كان معاهم واحدة ست وقام وكان من ضمن الاحتفال إنه هم عملوا عني تحقيق كلموني بقى وخدوا مني انتوفيو واحتفلوا إنه إحنا من ضمن التغييرات اللي بنعملها إنه إحنا دخلنا واحدة صحفية أنا عايز حركة لحاجة يعني حركة ست الوحيدة اللي في كل الدول آآآآ في الصحفيين في الصحفيين طم دي حاجة حلوة أوي ده إنجاز كبير أوي يعني مش بس الست الوحيدة اللي في مصر أوي إنه هي حاجة غريبة إنه تبقى الصحفية ستة هي اللي بتصوت عن مصر ده أنت كمان ست الوحيدة فسي كل الدول اللي يمحق في التصويت بالظبط فأنا كنت أول واحدة فنزلوا عني تحقيق وكلموا عني وعن مشاركتي في كرة القدم وفي نفس الوقت فيه أشهر مجلة اسمها الجازتة دولاسبور دي إيطالية برضو دي خاصة رياضية لقيتهم بيكلموني بعدها وعملوا برضو حاجة عني وقالوا أول مرة حتى كان أنا روان بالإيطالياني أندونة ومش عارفة إيه يعني واحدة ستة أول مرة في جايز بالاندور فده كان في حد زيته يعني كان أنا يعني بحس طبعا بفخر أن أنا مصرية لا وإحنا كمان كلنا كان ستات أكيد من صوتين وفخرين أعتقد ربنا يخليكي أشكرك أنا أعتقد أن الوضع كان حيبقى مختلف لو هي صحفية أجنبية يعني أنا بالنسبة لهم عشان مصرية وعربية وأفريقية فهو ده كمان اللي خلاهم اهتموا بي أكتر وبس من ساعتها وأنا بقيت في المجلة وبعد كده في الجايزة دي وبعدين بعد على 2010 اندمجت الجايزتين البالاندور والفيفا فبقيت جايزة واحدة ففضلت برضو معاهم في جايزة الفيفا وفضلنا نشتغل كده لحد السنة اللي فاتت أو اللي قبل اللي فات لما جي بقى أمفنسينو وجات إدارة جديدة في الفيفا فقرروا أنه هما يفصلوا تاني وحبوا فرجعت الفونس فوتبول بصحفيين أخدوا بقى الناس بتوعكم رجعنا والفيفا بقت بتشتغل عاملة الجايزة بتاعتها منفصلة بس خلوها بقى إيه يعني إبتدوا يعني الأول ما كانتش غلامرس قوي يعني ما كانتش ليها رونق زي دلوقتي فابتدوا بقى بيبتدوا بقى يعدلوا فيها وزي ما بقولك يا بقى الاختلاف إن بيبقى فيه المدير الفني والكابتن ده إضافة يعني صحيحة تفتكري إن فيه مديرين فنيين وكبات منتخبات قريبة مننا خزر ومحمد صلاح في المصابقة اللي فاتت أو في الجايزة اللي فاتت جايزة دنباست منين يعني من دول عربية مثلا بصي هيا في كل الجوائز القصة مش قصة إن أنت بتغزيلي حد أو مش بتغزيلي حد دي أمانة يعني كل واحد إحنا حتى ما بيطلب مننا بيقول بأمانة ومنتهى الحيادية يعني ده الكريتيريا اللي بالنسبة لنا إن أنت تختار بأمانة ومنتهى الحيادية في حدود المعايير دي الأداء الفردي والإداء الجماعي والنتائج أهم حاجة وكمان هو خارج الملعب وباقي الأنشطة الأخرى فكل واحد هنا يعني كل بشر فكل واحد حسب ما هو شايف فبيقدر إن هو يحكم خدي بالك برضو يعني حتيجي تلاقي مثلا إيه يعني أنا مش بتكلم على قصة محمد صلاح نفسه حتى لو اتكلمت على ماسي أو على رونالتو لأن بعد الجائزة دي بالذات لأن السوش المدية كلها بتتكلم عن إن ليه المنتخبات العربية ما وقفتش مع محمد صلاح منه كان بيمسك العرب خدي بالك أنت عندك مديرين فنيين أجانب الأجانب دايما عمتا وان بلاس ووني كل ستو مش كلهم يعني لا بس إلى حد ما فيه ناس بتبقى آه ده ما عملش إنجاز لكن يعني مثلا ما طلع ما ما وصلش مع مصر النهائيات كس العالم لكن فيه ستوري حوالي إزاي يوصل للمرحلة دي دي الحاجات دي كلها إتكاونس إتكاونس بتتحسب فيه حاجات تانية فيه حد لا بيبصلها يعني زي ما يقول حلمي فهمي نظمي رسمي يعني آه ده خد كذا مثلا رونالدو خد كذا مع ريال مدريد خد كذا مع وصل مع الكوتغال يعني ماسي مش عارفة عمال إيه لأن انت لو بتتكلمي بقى مش هنتكلم مع الحمد جريزمان ده ما كانش يدخل في التلاتة صح صح فهنا ما بقيتش فيه فنيات لا فيه ناس بتبصر الفنيات فيه ناس حسب هواها ده معجب ممكن يكون معجب أو حابب اللاعب أو حابب شخصية اللاعب والكاريزما نفسه يكسب فنفسه يكسب فكل واحد على حسب هو شايف إيه فبيقوم بيدي الصوت بتاعه ممكن يكون بيدر حد ممكن ما بيكونش بيدر حد لكن بس بالنسبة لصلاح أعتقد أنه هو برضو في النهاية حتى لو كل العرب كانوا ادولوا التصويت فهو أساسا وصل للتلاتة الأخار بسبب كده برضو وبعد كده تدخل الجمهور لأن الجمهور برضو ليه 25% صحيح فده كان بالنسبة للفيفا فزي ما بقولك يعني كلها وجهات نظر ممكن فيه في حد يكون زي ما بقولك هل تفرق معاك لو مثلا لعب غير محمد صلاح لعب عربي آخر مرشح لجائزة بلندر ممكن الحتة دي تفرق معاك في تصويتك بصي بأمانة يعني بصي أنت كمان مش هقولك قصة الأمانة قصة إن ده يعني هنقول حد عربي مثلا هبص هو عمل إيه الأول إنجازاته بتقول كده أوكي إنجازاته مثلا زيه زي ميسي زي رونالدو يعني هو واخد بطولة وده واخد بطولة ده واخد كذا وده واخد كذا ده بيعمل كذا لو متسويين لأ هفضل العربي لكن لو هو مثلا مش واخد ولا بطولة وده واخد بطولات مش من الأمانة مش من الأمانة مش من الأمانة ما هي تقلك حرم مش قصة حرم وحلال لأ فكرة أن أنت تأخذي ممكن تأخذي من مجهود واحد ومن صعب واحد لواحد تانية عشان أنا فعلا يعني أنا هقولك مثلا أنا في السنين اللي فاتت مش كل التسويق بتاعي مثلا كان بيبقى صح أحيانا مثلا في السنين اللي كان ميسي واخد فيها الجايزة آخر سنتين ميسي واخد فيها الجايزة أنا حطيت كريستانو رونالدو واحد في الثلاثة الأولينيين أو في الخمسة هم زي بعض هو اللي بيختلف في الترتيب صحيح زي ما بقولك الواحد بيحاول أن هو يبقى موضوعي في اختيارات صحيح طيب أستاذة إنسة علي نشوف كده سريعا الأب بيت بتاع المرشحين لجايزة البالوندر ممكن نعرض لصورة طيب في الوقت الأخير ساركي وأجويرو أخد 0% أو 0% من تصويت الجمهور أليسن هكذا جيرز بيل بردو كريم منزيمة أليسن كافاني كورتوا بردو 0% كريستانو رونالدو واخد لغاية دلاتي 8% من تصويت الجمهور وعايزين نتكلم أن فيه 522691 فوت أو صوت للجمهور لسا بدري لحد دلاتي لسا بدري فرمينو 0% بردو ديجو جاردن 0% 1% لجريزمن 1% لأدن هازرد وفيه 0% كتير جدا يمكن إمبابي هو لو أخد 2% ليونال ميسي بقى 46% لوكا مودريش 2% محمد صلاح 34% يعني محمد صلاح تراجع كان طبعا من إمباريح كان متصدر هو بـ 50% التي تراجع والتصدر ليونال ميسي مكان محمد صلاح لمصلاح جاء 34% ليونال ميسي 46% هو تاني هو تاني والناسبة بعيدة تماما لأن التالت هنا لو بصنا نلاقي كريستيان رونالدو بـ 8% بس من الأصوات يعني ما بين 46% لمسي 34% لصلاح 8% لكريستيان رونالدو رونالدو لما فقط حاجات تتير صحيح بأنه نمشي من ريال مدريد وراح يوفانتس لأنه خذي بالك ريال مدريد مش بس الأسبان المصريين بيشجعوا ريال مدريد والعالم كله بيشجعوا الدوري الأسباني الدوري الأسباني ففي حاجات كتير بتفرق وفي بالزدق والجمهور خذي بالك الجمهور ما بيحسبوهاش الجمهور لا هو ده البطل بتاعه خلاص هو ده عجبه كده مهما كان لما يتخلى عنه بقى فجأة الدنيا بتنهور عندهم بالضبط أنا عايزة أقولك إن اللي بيحسم في النهاية سيبك من الصحفيين وسيبك من المديرين الفنيين والكباد اللي بيحسم في النهاية الجمهور هو اللي بيفرق في التصوير قبل ما ندخل الحلقة أقولتي لو فيها جمهور أنا متطمنة على محمد صلاح طبعا طبعا دخل فيها جمهور إحنا متطمنين جدا جدا أنا شايفة مع أن الناس مش عارفها نايمين ولا بيعملوا يعني شدوا حلكو شوية مع محمد صلاح أرجوكو أنا برضو متطمنة على محمد صلاح من نواحي كتير من نواحي الصحفيين لأن أنا بتكلم مع ناس كتير الانترناشنال الانترناشنال ميديا مهتمين أكتر بصلاح وزي ما بقولك القصة عندنا إحنا كصحفيين كمان إيه يعني الطريق بتاع محمد صلاح من أول ما بتدى أنت بتجمعي بقى كل ده السيزن بتاعه اللي فات ودلوقتي وكل الحاجات دي كلها والسطوري بتاعته زي بالضبط اللي برضو المردر بتاع كرواتيا هو عمل إيه ووصل فريق كرواتيا للمركز آه ما خدش كاس العالم بس وصله لنهارتز التاني ونافس عن نهائي صحيح فهنا فيه سطوري فيه فيه مجهود اتعمل شغل مجهود وشغل بحيث أن أنت ارتقيت بالمستوى وهو ده اللي عندنا محمد صلاح وحاجات كتير بترجح كفة صلاح عن الباقي زي ما بيقولوا off the pitch خارج حدود الملعب هو بره الملعب شغله ايه مع الناس تعاملاته مع الناس نسي أنت تعاملت معي قبل كده كتير أكيد فممكن تقول لنا محمد صلاح بره الملعب عمله ازاي بصي يعني اقولك ايه يعني لا هو شخصية بصي هو هادي جدا بس ولطيف وطيب ودمه خفيف كمان يعني عرفة وملتزم جدا ملتزم جدا يعني احنا في معظم المعسكرات اللي أنا كنت موجودة فيها معهم اول واحد يسحى اول واحد يسحى من نوع بدري يعني عادة ما تلاقيش لعيب صحي تمانية الصبح دي يعني من بدري غير مع المحترفين هما اللي بتعودين يمكن على الصحية من بدري بس برضو مثل محمد صلاح يعني كان اول واحد دايماً ينزل على الفطار وبعدين على طول مع التيم يعني ما تحسيش ان هو زي مع ناس مثلاً يتقول لأ فيش اللاء أو ما فيش لأ هو مع الناس كلها مع الناس كلها ما حدش يوقفوا حتى من الجماهير الأجنبية أو الأفريقية أو أي حد أي حد حيوقفوا حيوقف يعني لسن حد سحبوا يعني أو شدوا لوحة الحقي مكان يعني زي ما بيقولوا ايه ما بيردش حد ما بيردش طلب حد ما بيزعلش حد ما بيزعلش حد زي ما شفنا يلبيهولو حاجات ما هو ما شفهاش ممكن ما يلبي يعني عشان هو ما شفهاش لكن تطلوي منه حاجة يعملها لك حد يقوله صلاحة خليك ممكن فيديو كده مثلاً ابني الصغير يوقف ويقوله زي حبيبي عمل يعني عايزة أنا سمعت أنك بتلعب كورة عايزة أشوفك بعد كده بتلعب زي يعني بيشجع النش فدي حاجات مش موجودة بره وإنه هو الروتس كمان بتاعته الجزور بتاعته فاكرها وإزاي إنه هو يعني رول موضل بالنسبة لهم مثل فيه لعيبة ولعيبة من ضمن اللي موجودين في الليست دول لو تيجي تبص لهم غير اللعب لا ما لهمش أي إنجازات مش فرندلي مع الميديا مش فرندلي مع الجمهور حاجات كتير كل ده بيحصل صلاحوا كفته في الحاجات دي بلس الموهبة بتاعته والفوتينج والإنجازات برضو بتاعته دي مهمة جدا تتوقع أنه وصراحة هعمل إيه في الجائزة دي بوصي سوفار أنا يعني متوقع أنه هو هيدخل في الطوب فايف هنا مش طوب تري هنا طوب فايف فأنا أعتقد أنه هو هيدخل الطوب فايف لأن أنا عايز أقولك أنه هو السنة اللي فاتت ما دخلش في الطوب في الثيرتي بتوع البالاندور وكان قريب أنه هو يدخل بس اللي فرق معاه ممكن حد من هناك حكي لي قال أنه كان دي دا لكن أنت لما بتبتدي تعمليها بتعمليها كان قبل إحنا ما تأهلنا الكاس العالم كان كل بس إنجازه كان إن إحنا أخذنا طلعنا مركز تاني في أفريقيا وإزاي إن إحنا وصلنا مع مصر ما كانش لسه بقى قصة ليفر بول كنا لسه في روما كان لسه في روما في 2017 جزء الأولاني ما كانش لسه راح ليفر بول فكل دا ما كانش ظهر وابتدى يظهر بقى مع آخر 2017 بعد ما لسه تتعملت فمع آخر 2017 من نوفمبر بتبتدي بقى لحد 2018 لحد دلوتي عشان كده هو كل الإنجازات بتاعته السيزن اللي فات بتاع ليفر بول مع إن مصر اتهالت لكاس العالم كل دا إكاونتز إنجازات صلاح طيب سيدة إناس كنت منصق إعلامي في جهاز هكتور كوبر اللي فات الجهاز اللي فات لمنتخبنا الوطني الأول شفتي محمد صلاح كان بيتعرض لأزامات في الوقت دا بوسي أنا كنت منصق إعلامي بس كنت في بطولة الجابون أنا حابلتك هناك بشارة هناك أنا كنت بس كمنصق إعلامي بشتغل في الفترة دي مع الفرقة بعد كده لما رجعنا مصر كنت في إدارة الإعلام لكن كنت بطلع معهم المعسكرات والمباريات اللي كانت بتحصل هنا جوه بس الحد أنا كنت موجودة والحد مثلا أنا ما كنت شايفة أي أزامات يعني كانت الدنيا كانت ماشية عادي وما كانش في أي حاجة لو في الأزامات اللي حصلت دي حصلت في الفترة الأخيرة اللي هي قبل كاس العالم يمكن بكم شهر أو أسنع كاس العالم بالضبط أو بالضبط لكن قبل كده ما كانش في أي حاجة وبالعكس يعني كانت كانت كل الأمور مستقرة يعني كان الفريق مستقر من ساعة نسافرنا الجابون ورجعنا وكان فيه كل التزام من كله يعني يمكن كمان عشان برضو معسكر في الجابون كان ملموم قوي يعني القتالة اللي عادين في اللعيبة ما كانش فيه غير اللعيبة بس القتال كله كان مش قتال يعني حتى إحنا الإداريين انت لو تفاكرة كنا في القتال اللي قصدهم يعني فلا كان فيه طبعا تركيز جامد في البطولة دي وعادة برضو في المعسكرات معنا كل المعسكرات برضو كنت ببقى معاهم من لبعد كده كلها لحد قبل كاس العالم برضو كان بيبقى برضو نفس الالتزام وبرضو في دور كل الناس لوحدها ودور كان بيبقى برضو متأمن يعني أنا عايزة أقولك يعني يعني ما كانش فيه الحاجات اللي شفناها حصلت في معسكر منتخابنا الوطني في منديان روسيا أبوسي أنا ما كنتش هناك فما قدرش أقولك إيه اللي حصل وإيه اللي ما حصلش يعني الفندانين اللي راحوا وبيزوروا والناس اللي بتطلعت لا تخبط على اللعيبة في وش الفجر عشان نفسهم وروا الحاجات يعني حاجات أنا سمعت زي زي لكن أنا أمانة أنا ما شفتش ولكن إحنا هنا على الأقل في مصر عايزة أقولك إن آخر معسكر قبل ما ما يسافروا وأنا كنت معاهم حتى روحت أنا بعديهم بيومين فورغم إن أنا لابس نفس اليونيفورم وجاية أدخل دخلة في الدور علشان بتبقى في غرفة الطعام والاجتماعات والحاجات دي السيكوريتي ما نعني قال انت مين فكان فكرني إن أنا مشجعة وعلشان لابس لبس المنتخب فلو لحد من الجهاز جيه وقال له لا الأستاذة معنا فعايز أقولك لا يعني كان فيه بيبقى تأمين فيش أي حد بيدخل إلا يعني الحالة الوحيدة اللي ممكن حد يدخل سواء هنا أو في أي مكان إن حد من يا الإدارة أو من الجهاز أو من اللعيبة بيجي يقول ده فلان وأنا عايزه معايا شوية بس لكن دايما بيبقى في التزام في كونترول طيب خليني بردو أسألك على محمد صراح وعن الأزمات اللي بيتعرض لها أو الانتقالات اللي بيتعرض لها من الصحافة الإنجليزية في الفترة الأخيرة بسبب يمكن ما يكونش فيه حظ أو توفيق في التهديف في الفترة اللي فاتت شايفة دي هتأثر عليه إزاي بصي أنا عايز أقولك الصحافة في كل حتة في العالم واحدة يعني الناس كتير تقولك لا أصدحنا الإعلام المصري ده الإعلام الأجنبي محايد لا هو كل الإعلام واحد إنتا ماشي كويس هو ماشي معك كويس هو شايف وبعدين برضو ماخد يبالك برضو حتى الإعلام في حاجة معونتي الإعلام أو مفرود أنه هو محايد لكن مش في كل الأوقات في ناس دلوقتي بقوا إعلاميين سواء هنا أو بره لا هم ما تبقش عارف أنا جمهور هم إعلاميين مصنفين أصلا أنا جمهور ولا أنا إيه أنا أحكم بإيه ولا بعمل بإيه مفيش محدش بيفصل أنا إزول حركة لحاجة أنا أصلا شايفة أن الحياة دي مش موجودة في طبع الإنسان يعني يعني كل واحد بيبقى جوا حاجة ما بيرش يتغلب عليها بيحاول بيحاول بس استحالة يا دريو صحيح القصة أولا بصي أنا أعتقد طبعا أن الأزمات اللي حصلت الأخيرة اللي إحنا شوفناها وسمعنا عنها المشكلة دلوقتي أن في الفترة الأخيرة صلاح ابتدى زي ما بيقولوا تولوس فوكس ابتدى يفقد التركيز يفقد التركيز هنا بقى دور مش بس مصر كمنتخب ولكن برضو دورهم في ليفر بول أنت عندك ستار حتلاقي أنه هو ابتدى تولوس فوكس هنا نبتدي نلحق نشوف هو بيلوس فوكس لأنه ده مش صلاح بقى ستار ومش ستار سوبر ستار دخل في سوبر ستار زي رونالدو زي ماسي هو دلوقتي نمبر ثري هو نمبر ثري مش فكر من واحد ده هو نمبر ثري في اليوافا وفي الفيفا فبالتالي ده واحد مفروض ما يعملش حاجة غير أو يفكر في حاجة غير الكورة غير الكورة وحينزل يعمل مش دوره أن أنت تشغله بإعلانات ولا بتسويق ولا بميديا واحد زي صلاح ده أنا مش صلاح بس أنا أي نجم أو سوبر ستار ويا ما قلتها لناس مش بس لعيبة كورة ولعيبة تانية وأبطال تانيين ما لك جعب الفيسبوك السوشيال ميديا إنسى السوشيال ميديا جرائد إحنا جايين أنت عندك حاجة لازم تعملها ما أنت عشان أنت عشان تعرفي تشتغلي كويس لازم تركزي أنت لازم تفصلي صحيح ما لكيش لعب فلان رسكش فلان قريت الحتة الفلانية لا ما هذه بتعمل مشاكل ويما عملت مشاكل أكيد يعني أنا مش هايزة أقولك أنا في مرة مش فاكرة بطولة من البطولات ومش فاكرة كون في لعبة تكون كورة قدم حد مدرب حد يكلمه من مصر شفت مش حرفة مين قال قلت له يا كاب اقفل التليفون ممطط لك اقفل التليفون أنا لو أنا مسؤولة وطلع الرئيس بيعسة مثلا مع فرقة مشكورة يعني حتى أي حاجة مع فرقة أو طلع أو مديرة عليهم أو مسؤولة أنا حلقة التليفونات حلم التليفونات صعب قوي نعيز أقول لك حسنا أبصت إليس أول ما بنوصل للمعسكرات بتلاقي كل اللعبة المنتخب بتسأل فيد الواي فاي بالضبط بأول حاجة بالضبط طب وبعدين إحنا كنت أنا ما كنت أبص أقول يا تبتدي بقى والله أنت قلقان عليهم أنت يو كار يا جماعة الناس دي لو شافوا فعلى طول بتحس التركيز تلوح لأن كل الاهتمام دلوقتي أن هو يرد أو ما يردش ويعمل إيه وشا لأ خلص هو دلوقتي لازم يتعمله تيم وارك مش كفاية واحد الشخص الأيجنت بتاعه ده أو المكيل أو المحامي لأ ما ينفعهش واحد لازم يبقى تيم وارك يبقى معاك ستاف كبيرة انت سوبرستار هم اللي يتكلموا هم اللي يخلصوا وهو ما يعرفش حاجة يعني حتى لو تفتكري لو تلاحظي كان فيه لعيبة وتلاقي لعيبة كتير جدا يجي عليها مثلا بالذات برة درائب عليه وعليه حكمه هو مش هو اللي شغال في الدرائب لا هو عنده المحاسب بتاعه هو اللي أخطأ مثلا في قصة الدرائب بس هي قصة ان دي ناس بتعمل شغلها أوكي واللعيب مفروض هم بعدين كل ده المفروض عشان يعرف يركز لأنه هو ولما حيركز هيعرف يجيد فاعتقد ان الفترة الاخيرة اللي حصل لصلاح هو هو كده انه هو افتقد التركيز وبقى دلوقتي بيرد يعني بقى بيدخل ويحط تويتس ويعمل فيديوز فبيرد فهو بيشغل نفسه هو بيشغل نفسه صحيح لا ده مش مهمتك ده انت طلعت بره ده وحنا انت لو لو هو بقى سب كل ده وركز في الحتة دي خلاص حيركز في الحتة دي فبالتالي الصحافة هناك او الجمهور ايه الجمهور كل اللي يهمه في النهاية اه بيحبوه كل حاجة بساعدينه على رأس ليفربول ليفربول وعايز النتايج صحيح وانت عودتنا على كده يعني هم خلاص تعودوا منه على كده فهيفضلوا فهو يعني حتى لو هم هجموه ساعت زي احنا وعندنا مصر في مصر بتتكلمي او محروقة من العشب يعني احنا هنا نتعشب هم كمان جمهور الكرة ما بيختلفش في اي دولة في العالم ويمكن كمان الجمهور الانجليزي متعصبين اكتر كتير ان هم كمان لا كمان عندهم عمف الهوليجيليزم بيعتاحهم شديد جدا والشغب بدليل ان هم كانت واقفوا برضو خمس سنين وما فيش جمهور يعني هم مستهلين اه حبيبي وعلى عيني وعلى رضي بس هو عايز شغري في نفس الوقت مش هنقول البؤمرة زي ما الناس بتقول ولكن هو لما علي صلاح قوي اللي حواليه ابتدوا باي قلقوا لأ طب وليه مش أنا ففي النهاية الفريق كله هو دلوقتي اللي بيتضرر صحيح يعني زي يقوله اباصيل دول لما اباصيل الاول كانت روح واحدة روح واحدة القازمة اللي كانت بتناولها صحوصة الإنجليزية صحوصة يوماني بس كل لعيب عايزي بقل أحسن عايزي هو دي بست صحيح وبعدين لما شاف اللي وصلنوا صلاح في فترة قصيرة فكل واحد بقى عندك طموح فكل واحد بقى عنده طموح فيقولت لأ بلا نادي بلا بتحاول ان انا اشق طريقي فهنا بقى الزكاء لازم تحتوي بقى اللي حواليك انت كسر تصريحات يرجى انكلاب المدير الفني اللي برد والهو بردو كان بتكلم عن الموضوع ده وبيحاول يحسن ناسا باكيش أزمة ولا في أي حاجة بس هو عنده شغل كتير زي ما بيقولوا بره عندهم المصطلح الدرسينج رومز ان هو اللي بيدير الفرقة هو اللي بيدير غرفة الملابس لأنه هي دي لفيها كل الشغل اكي الزين هو يلم الناس زي ما الزينان كان عامل في ريال مدريد كان لامم كل الناس بعد كده كله فرط اجالي واختيار اجالي لقاية منتخبنا الوطني الأول شفتي الاختيار هذا ازاي بصي انا دايما حتى من كل المدربين انا اشتغلت معاهم انا باعتبر ان المدير الفني وذر بقى ان انا متفقة معاه او مختلفة معاه قد يكون انا كسحفية شايف حاجات هو مش شايفة او قد تكون صح او غلط انا ممكن اكون شايفة لا ان ده مفروض بدل ده لكن هو ان شايف ان هو ده هيفيده عشان حاجة تانية انا مش عارفاها اوكي وممكن العكس انا اكون شايفة واحد غلط وهو شايفه صح او هو شايف واحد صح او انا شايفه غلط يعني بتختلف ومع الجمهور نفس الحكاية الجمهور الجمهور اعتقد ان هو يعني الى حد ما فيه جمهور فاهم كرة كويس اوي اوي اوكي وفنيات عالية جدا جدا فشايف صح وفيه جمهور بهواء او ده علشان بتاع النادي اللي بنتمي لي فانا دايما شايفة ان دي مهمة يعني ما بافصحش عنها انا شايفة اختيارته ايه لان في النهاية هو المسؤول عنها ويمكن كان هاكتر كوبر في الفترة اللي فاتت كان دايما يقول حتى لما كنا في الجوام كان بيتكلم مع السحفيين لو ما انتو عايزين فلان وفلان وفلان وانا عاوز فلان وفلان وفلان انا ما عنديش مانع انزل فلان وفلان وفلان اللي انتو عاوزينهم بس لو لو ما مشيش وقفوا متوفقوش متوفقوش انتو يعني يوالتاك ذي بليم انتو اللي هتتحملوا المسؤولية ولا انا في النهاية هو المسؤول علشان يبقى اختياره هو اللي اختاره طبعا احنا اه بنقول دي مسؤوليته وهو اللي يحسب عليها بس هي برضو بتكلفك بتكلفك خسارة اكيد ففي حاجات بتبقى الخسارة تمنها غالي ما يتعوضش يعني الاسرار برضو بس خلاص انت لما بتجربي حد مرة مرتين تلاتة يعني بتدي فرص لكن at a certain stage بتخلاص مضوع بيكون انتهى طيب خليني برضو اسألك انا مش بسألك عن اختيارات اجاري بسألك عن اختيار اجاري نفسه كمدير فني لمنتخبنا الوطني الاول برغم ان كان فيه يعني عليه جدل كبير جدا بسبب طبعا القضية اللي موجودة دلوقتي بوسي قد يكون انا مع رش طبعا يعني الاختيار يعني قد يكون ليهم مجهة نظر مثلا عايزين مدرسة مختلفة قد تكون كده رغم انه كان فيه مشكلة كمان دول اتحاد الكورة كان فيه اعتراضات كتيرة قوي من اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكورة بسبب القضايا الموجودة على اجاري لانه في حالة انه تحكم عليه فهو هيسبنا نغرق في وسط الطريق بالضبط يعني انا برضو مش قادرة احكم يعني الليه الاختيار دوت ولكن قد تكون يعني برضو ما في الاول برضو اول ما جاء كوبر وبعدين هبحنا في كاس العالم وقبليها ده طلعنا افريقيا فانتي بكش يمكن اقول لك الحاجة يمكن هكتور كوبر ده من الاشخاص اللي انتي متعرفيش انا كجمهور مش عارفة احبه ولا محبوش يعني في الاخر لو بالارقام الراجل ده اعمل لنا حاجات جديدة ودخلنا بطولة انتي تحتاري معاين انتي تحتاري معاين هو اولا كان حتى التعابير وشه ما انتيش عارفة هو مبسوط صح بس هو بس على طول اه اه انا فعلا هو على طول بيشتغل انا ما بشوفوش غير بيشتغل على طول بيفكر وبيتكلمش كتير وبعدين عنده قوة ملاحظة يعني ممكن هو قاعد وقاعد ساكت وكده وبيتفرد لا هو ممكن يبقى حاسس ان فيه بين الاتنين دول فيه ازمة هو مفهمش عربي ولا بيتكلم انجلش يعني الرجل في مرة كان حيعاية بيقول لي بالضبط بيقول لي عشرين سنة 20 years يوروب no انجلز no انجلز اه 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 قوم يجيب الناس وتعالوا وقعدوا ايه في ايه ايه المشكلة ويحل فهو ما كنتش عارف قصة اه 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 زي ما بيقولك انا مش عارفة طبعا قد تكون هو ده المتاح خد يبالك انتي برضو عندك اه حاجات لازم بتحطي لها اعتبار الل الل زي ما بيقولوا السالوري بتاعه المرتب بتاعه الحاجات دي كلها ان انتي عشان تجي بي حد عالي اه اوي لازم حتجي بي بحاجة معينة اه القضية ما هي لسه برضو مش مش معروفة فممكن يكون كحاجة مؤقتة مش ما قدرش اقولك الناس بتفكر ازاي يعني صحيح فاكيد لها اعتبارات وهم حسبينها وربنا يا ربي سهل احنا نتمنى طبعا كل التوفيق يا رب بالضبط ان شاء الله ان شاء الله نروح لمنفة تاني اولمبيادة الشباب المقامة دلوقتي في الارجنتين مصر محصلتش على اي مدالية غير مدالية وحلى بس ما سيحنا سببناش غير يومين يعني ابتدينا اول يوم الحمد لله اخدنا ميدالية برونز في السلاح مازن العربي وده طبعا انجاز اول ميدالية في السلاح في الدورة الولمبية للشباب طبعا دي التالتة وللأسف فعلا ان احنا كاعلام وانا اعلامية يمكن انا اهتمت ان انا انزلها عندي في الجرنان بس مش برضو اخد حظ اعلامي او اهتمام اعلامي كافي رغم ان احنا معنا بعثة كبيرة فساوة الطبيعية يعني مصر هنا الرياضة بالنسبة لنا احنا كتاب مصر هي الكورة هي الكورة انا عارفة بس انت زي ما حصل ايام كاس العالم كان في نفس التوقيت دورة البحر اللي بدي المتوسط وبصي اخدنا كم ميدالية وقبلها التضمن الاسلامي اخدنا كم ميدالية وبرضو كان مش عارفة فيه بطولات افريقية يعني الاعلام ممكن يتناول بس الكلام ده على خبر مثلا انا مثلا كصحفية لما جيت كتبت على الانجازات بتاعة دورة البحر اللي بيض المتوسط انا كان عنواني مثلا بالانجليش وقتها كانت كس العالم شغالة فكتب فيكتري سومور ألس يعني في كوكب الارض اللي عليه كس العالم لان اخذي بالك هو ده برضو اللي حصل مع دول كتير الدول اللي كان عندها فرق مركزة في كس العالم هي اللي اهتمت وبين هي كانت برضو في اسبانيا بما فيهم اسبانيا اسبانيا كانت مهتمية بالمنتخب بتاعها لحد ما خرج اكتر من اهتمامها ان هي لكن الدورة الولمبية هنا طبعا احنا الدورة الاولى في سنغافورة اخذنا ست ميداليات اثنين دهب اثنين فضة اثنين برونز في سنانجينج في الصين اخذنا تمانية اثنين دهب اربعة سيلفر او اربعة برونز اثنين فضة فانحنا نتمنى احنا لسا ما بتد يعني لسا شغالين بقىنا يومين فان شاء الله باقي المسابقات احنا لدينا 23 مسابقة فنتوقع ان شاء الله وبدأ اهم استعداد لتوكيو 2020 استاذة اناس مظهر نائب رئيس الاهرام وكلي يعني نورتنا النهاردة اكيد مبسوطة جدا ان حضرك كنت معينا النهاردة وبعدين بيسألوني في القلبي بيقولوني اسأليها تصوات المين هتصوات المين يا جماعة لا ما ينفعش انا ده من ضمن الحاجات اللي متفعين عليها طبعا طيب هي مش هتقول بس ده صلاح لازم ده اكيد انا عايزة اقول امتى هيكون التصويت التصويت احنا خلاص التلاتين اسم دول بيتبعتونا ومفروض ان احنا هنبتدي التصويت من نص اكتوبر احنا كصحفيين هما دلاتي فتحينها للجمهور وبعدين احنا كصحفيين هنبتدي من نص اكتوبر بيبقى تقريبا لحد بيدونا لحد شهر حد نص نوفمبر عشان بقى اللي بيتأخر اللي بيصوت اللي عايز ينتظر فترة تانية يعني برضو يشوف يحكم على لاعب تاني يعني لسه في فرصة اكيد اكيد ما بينطبخش على استاذ ايناس تدي اكيد فجر محمد صلاح اكيد انا اعايز اقول لك جايزة البي بي سي السنة اللي فاتت جايزة لندن وافريكا فلما بعت لهم الخمس اسماء بعت كان اول واحد فعلا محمد صلاح لانه كان عندي ايمان قوي ان هو حيطلع الاول في البي بي سي وفعلا طلع الاول واستنادي بعت التصويت بتاعي برضو حتى برضو محمد صلاح في الاول فان شاء الله لانه جايزة ان شاء الله لي ان شاء الله يا رب وكما انت بقى البالاندور يكون اشكركوا على حسن المتابعة بكرا ان شاء الله لقاء نادي الاهلي مع الترسل بدور الـ 32 من كاس مصر وما فيش بكرا كلام في الميديا يوم الخميس سيكون معاكم زميلي امير هجام وانا هكوم معاكم ان شاء الله من يوم السبت القادم في حلقة جديدة من كلام في الميديا الساعة 5 مساء يوم سعيد عليكم اشتركوا في القناة